اهلا بكم في موجز لاهم واخر الاخبار عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعها الدوري برئاسة اللواء عدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس واشهد الزبيدي باللواء فرج البحسني نائب رئيس المجلس الانتقالي نائب رئيس مجلس القيادة حرصه على القدوم الى العاصمة عدن لحضور الاجتماع شرح البحسني خلال الاجتماع تفاصيل لقاءاته التي عقدها في حضر موت مع القوى السياسية والمجتمعية والمشايخ والشخصيات الاجتماعية والقبلية بؤكدا انه لمس من خلال تلك اللقاءات حرصا كاملا على قضية الجنوب وتأكيدا على اهمية حضر موت وموقعها ضمن الجنوب في الماضي والحاضر والمستقبل تواصل عملية سيوف حوس حملتها الامنية في محافظة ابيان ضمن الحملات التي تهدف الى ملاحقة عناصر تنظيم القاعدة الارهابي في مدرية موديا وهاجمت القوات المشتركة تحركات للعناصر الارهابية في المناطق النائية بمدرية موديا وتمكنت من تمشيط العديد من الشعاب والسلاسل الجبلية المحافية لوادي عمران حيث تم تفكيك عدد من العبوات الناسفة في مرتقة خلال عمليات التمشيط احد الجنود واصيب اخرون اثر تفجير عبوتين ناسفتين في المنطقة افاد مصدر محلي بمقتل طفل امام والدته على يد جندي في القوات الحكومية بحي المطار القديم عند الضواحي الغربية لمدينة تعز في جريمة هزة الرأي العام في البلاد فبحسب المصدر قضى الطفل غالب الحاتمي برصاص مسلح في اللواء 145 الذي يقوده قائد محور تعز اللواء خالد فاضل بينما كانت الام ونجلها في طريقهما الى عاقل المنطقة لتشكو مضايقات واعتداءات المسلح بعد ان شكت سابقا للجهات المختصة ولم تجد تجاوبا تشهد مدينة تعز تدهورا امنيا يوسع انتشاره في مختلف ارجاء المدينة اعنات الامم المتحدة ان خطتها الطارئة لانقاذ خزان صافر شارفت على نهايتها مع ضخ معظم النفط الموجود في الخزان الى الناقلة البديلة وقال برنامج الامم المتحدة المائي انه تم نقل ثمانين بالمئة من النفط الموجود في خزان صافر الى الناقلة البديلة واضف ان خطة الامم المتحدة لوقف كارثة التسرب النفطي في البحر الاحمر في مراحلها النهائية ومع كل برميل نفط يتم ضخه من الخزان يطبع للتحديد بحدوث كارثة ويصبح مستقبل الصيادين والمجتمعات اليمنية اكثر امنا على حد تعبيره دشنا محافظ حضر موت مبخوت بن موضي العمل بخط الكهرباء الساخن لتشغيل ابار بياه حق الوادي زمن بالمكلة لاستمرار العمل بالحقل على الطاقة الكهربائية على مدار الساعة ومن شأن ربط حقل زمن بخط الكهرباء الساخن اليسهم في ضخ البياه لمناطق فوه وغرب المكلة ما سيساعد في استقرار تمويل البياه للمواطنين والمساعدة في توفير الضغط الكافي للمرتفعات الى جانب التخفيف من خسائر وقود الديزل لتشغيل المولدات هذه الموجز الى اللقاء